الموت للديكتاتور كلمتان ضجت بهما طهران إلى سقز غربا في كردستان إيران إثر مقتل شابة في العاصمة بعد أيام من اعتقالها لارتدائها حجابا لم يعجب شرطة الأخلاق أو ما يسمى بدورية الإرشاد الضحية هذه المرة تبلغ 22 ربيعا تدعى جينا أميني بالكردي ومهسى بالفارسي لأن الأسماء لا يجب أن تخرج عن القائمة الحكومية تنديد عالمي برحيلها بطريقة مشبوهة وإجرامية على حد وصف ناشطين إيرانيين تصدر خبر وفاتها العنوين حتى خارج القارة صحيفة The Guardian البريطانية أوردت أنها كانت آتية من إقليم كردستان للعاصمة طهران لكنها وقعت بأيد تشن حملات على حقوق المرأة أما صحيفة فيلت الألمانية نشرت تقريرا يشرح كيف لقيت حتفها بضربة على الرأس أودت إلى تلف في دماغها فيما وصف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان موتها بالأمر الذي لا يغتفر منظمة العفو الدولية طالبت من جهتها بالتحقيق جنائيا في ظروف اعتقالها خاصة وأن التلفزيون الرسمي لإيران بث صورا تزعم أنها سقطت على الأرض إثر نوبة قلبية بينما كانت تتجدل مع إحدى المسؤولات حول لباسها وبعد موتها أسف القاتل على ضحيته ونقل جثمانها إلى معهد الطب الشرعي تبرير لم يخمد شرارة الشارع الإيراني لما وصف بالنهج القمعي فحتى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع للطريقة الوحشية التي تعامل بها المرأة في إيران إذا ملتزمت بالقوانين الصرمة في ارتداء الحجاب واستذكروا أيضا مشهد الأم التي أخذ ابنتها المريضة أمام عينيها ولم تجد محاولتها في صد المركبة التي كادت أن تدهسها هي الأخرى إسراء الصغير الحدث